السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم معي في فيديو جديد. النهاردة هامل معكم بسكوت سادة للشاي بشكل وطعمه مميز جدا. وهيطلع معيك طعمه رائع. وهيعجب زوجك وأولادك جدا. ومقرمش كده وجميل. وتقدر تكليمه على الشاي بقى أو النسكة فيها أو الحاجة اللي بتحبيها. يلا نبدأ بسم الله ونشوف ما قادرنا ايه. مكوناتنا سهلة وبسيطة جدا. معنا بيضة. نص كباية سكر. نص كباية زيت. كبايةين دقيق معلقة صغيرة بكينج بودر وفانيليا. المكونات موجودة في كل بيت. والطريقة سهلة جدا جدا. اول حاجة هعملها هجيب بولا. وحط فيها البيضة. وهضيف عليها رشة كده من الفانيليا. يعني كيس فانيليا. واحط نص كباية من سكر الحبيبات. يفضل يكون السكر الحبيبات يكون ناعم شوية علشان يدوب معيك بسرعة. ولو هتستخدم سكر بودرة هتحط الزيادة عن النص حاجة بسيطة. هقلب السكر والبيض كويس وبعد جدا اضيف نص كباية من الزيت النباتي. سواء زيت دوال الشمس او زيت الدرق. المتوفر. وهقلب كويس جدا بالشوكل حد ما اتأكد ان السكر بدأ يدوب معي. لو حابة ان يكون البسكوت في الاخر في حبيبات كده من السكر مش لازم تدوب السكر على الاخر. هيطلع في الاخر معاك شكل السكر كده موجود على البسكوتة المبلة وبيبقى شكله حلو او. هنا اضفت بقى دي كبايتين من الدقيق. ممكن تضيف كباية اللي رابع وبعد كده اضيف رابع كباية في الاخر. لو لقتي محتاج. وبعدين هنضيف معلقة صغيرة من البكينج بودر. معلقة صغيرة مليانة. وهبدأ عجن كده العجينة بايداية. ولو لقيتها ناشفة معي شوية احط لها معلقتين من الحليب. قوامي العجينة ديت بيكون متماسك شوية ما بتكونش طريقة قوي. يعني زي ما انتم شايفينها في الفيديو. عشان تديك الارماشة المطلوبة. هي بتبع مسكة نفسها شوية. كده العجينة بتاعتي بقت تمام. زي ما انتم شايفين هي عجينة متماسكة. هبدأ كده دلوقتي هحطها على سطح العمل. هقسمها نصين. وحطها يا اما بين كسين بلاستيك مثلا او بين ورقتين زبدة واي يعني حاجة من فوق وحاجة من تحت. بحيث ان انا اقدر الفيلدها كويس جدا من غير ما تمسك معي في النشاب. انا هنا حطت المفرش اللي هو السيليكون. واحط عليها كيس بلاستيك مفتوح. كده بدأت هفرج بقى في العجينة وهنفردها لحد ما هتبقى سمكها اقل من نص سنتي. يعني حوالي اثنين ملي كده بيبقى السمك رائقة جدا. وبعدين بقى هبدأ اقطعها. انا هستخدم هنا كوباية. مش هستخدم ممكن تستخدم القطعات. سانا هستخدم هنا كوباية عادية خالص دي كوباية بتاعة القهوة. عشان تطلع لي حجم البسكوتة تكون صغيرة. بس اقطعهم كلهم بالشكل دوت. وطبعا الزيادات برمها وبعد كده برجع استخدمها مرة تانية وفردها مرة تانية. وبعد ما اقطعهم بقى هجيب الصناية بتاعة الفرن اللي هحط فيها. شايفين سمكة دي رائعة جدا. نحطهم في الصناية من غير ما دينها اي حاجة. ايا يكون نوع الصناية اللي انت هتستخدميها. الامونيوم بقى وتفال عوية حاجة ما تدهنهاش. هون بيلزقش. وبعد ما احطوا كله في الصناية هجيب كده كخلت اسنان. وهقسمها نصين. وابدأ كده ان انا اعمل في البسكوت بتاعي ثقوب كده. بحيس ان انا مش عايزة ينفخ معي في الفرن وفي نفس الوقت يديه شكل جميل جدا. ممكن برضو نعملها بالشوكة زي ما هتشوفه بعد شوية. يعني سواء بخلة الاسنان او بالشوكة هيديكي نفس النتيجة. وبعد ما نخلص الكمية كلها هدخله الفرن على مية وتمانين درجة. بيقعد حوالي عشر دقايق. لحد ما اخد لون دهبي بسيط جدا من تحت. وبعد كده حطه تحت الشوية لحد ما يحمر لي وحاجة بسيطة برضو من فوق. ودي هنا زي ما انتو شايفين عملت برضو ثقوب بالشوكة بتكون اسهل طبعا من خلة الاسنان لكن في الثقوب بتاعت خلة الاسنان بتكون اوسع فبتدي شكل احسن. هدخله برضو الفرن على مية وتمانين زي ما وضحت في الراف الوسطاني بيقعد حوالي عشر دقايق وبيكون جاهز. ودي شكله النهائي شايفين تحفة دهبي كده ومقرمش وجميل. وطعمه فيه منتهى الجمال. وطبعا السكر عشان ادوبته نص التدويبة. فطالع كده حبيبات السكر على الوش باينة كده وشكلها حلو جدا وميدي لشكل مميز. اتمنى الفيديو دي نهارده كناه لاعجابكم. ما تنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب. اشوفكم على خير في الفيديو الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.